اللهم صل على سيدنا محمد تب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليم السلام الله عليكم أينما كنتم نذكركم لأنه في الحلقة الماضية خلينها لما أهلك الله عز وجل قوم عاد وبقى المؤمنون واحد الفترة من الزمان ولكن من جديد غالينتشر الشرك في الأرض وهنا جا قوم محدخر ليتيسكنوا الحجر من بعد قوم عاد ليس واحد القوم من العرب العاربة التي تسكنوا الحجر وهي واحد منطقة ما بين الحجاز ما بين تابوك وكينة في شمال غرب الجزيرة العربية واليوم ركتسم بمدائن صالحة لأنكم فيتلكم سمعتوها فأخينا ما نتعطي شعلكم أكثر ونقول لكم بسم الله يا الله لنبدأ هذه المدائن يا سادة يا كرام وهذه المنطقة اللي بقى اليومنا الآن هي موجودة ما عاشوش كيدوزع لها الناس ولله واش كيشوفوا الناس المساكن ديال هاد المدائن صالح ولله لأنه وقد نقول لكم بعدها لاش هاد القوم مولانا صفت لهم نبي من أنبيائه اللي هو صالح عليه السلام اللي هو واحد نبي عربي اللي كيرجع إلى ابنه عليه السلام وهؤلاء الناس كانوا تكبروا في الأرض من بعد ما نحتوا الجبال واتخدوا الجبال قصور واتخدوها أيضا حتى بيوت وشركوا بالله عز وجل وما شكروش النعم دياله اللي اعطاها لهم وتكبروا في الأرض وستكبروا ومتابوش مولانا وما رجعوش له فقال لهم صالح عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما عندكمش إله من غير الله اعبدوه استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وهو صالح عليه السلام كيذكرهم بالنعم مولانا عز وجل لهم كبنوا أيها الناس بلأنوا هاد النعم دائما وبلأنكم خالدون بهاد الأموال وهاد النعيم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون كيذكرهم بالاستغفار وأنهم خصهم يتركوا الأصنام والمعبودات ولكن مع هذا جبروا تغاو ما تسوقوش له فإذا بهم كي يجيوا عن صالح عليه السلام وتيقلوا له قالوا له يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نحبض ما يحبض آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب كنا تنظر لأنك ستكون من القاضات جنة من كبراء الناس من عقالاءهم وده بك تقول لنا هذا كلام ده بجيتينا بدين جديد ما سمعنا به ولا حتى بالأباء دينا قدروا يذكروه لنا من قبل مني جيتي لنا بهذا الدين مني جيتي به يا صالح انت تعمى رجل عاقل انت هو ذاك الرجل الفاهم انت ذاك الرجل لكنك نظن بك غير الخير وده بك تقول لنا هذا كلام قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبلها وعود قالوا له أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب حالة نشك بكلامك شنو هو الدليل لأنه اللي هدش اللي كتقول ده بانت رأى صحيح هذا كلام جديد ما سمعنا به ولا سمعوا به حتى لأباء دينا وانتزعمه واحد الرجل اللي هو عاقل وفهم ودباء كتقول لنا بهذا الكلام غاي يجاوبهم بواحد الرد لكان لين جاوبهم وكيشفق عليهم حيش بغاهم باش أنهم يتهدوا قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بيينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير يا قوم وش ما كدنوش لو كنت على حق لو كنت أنا الصادق في كلامي شنو غادي تديروا انتوما فمن ينصرني من الله إذا أنا عصيته فترضوا أنني على حق فترضوا بلي أنني جيت بهذا الدين اللي هو صحيح شو غادي تديروا وكيفاش غادي توجهوا ربكم جل وعلا غادي يجاوبوه وقالوا لي قالوا إنما أنت من المسحرين زع ما انت راج المسحور تنقول لك هكذا انت قد قلين بحل هكا انت راج المسحور وستكبر القوم دياله وتجبروا عليه ومشاول عند المستضعفين كي يصدهم على دي الله عز وجل اللي هما أتباع صالح عليه السلام ولكنهم صبروا وتبتوا على الدين ديالهم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم شوفوا الخطاب كيفاش غادي يكون دوك الملأ الكبار رؤساء جاءوا الأتباع صالح وهم ضعفاء المساكين الفقراء قالوا لهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي شو الدليل ديالكم انتم ملكة صدقوا بل لأنه صالح سفتموا لنا عز وجل جاوبهم ديك القلة القليلة ديك الفئة القليلة دي المؤمنون جاوبوها ديك الأخرين قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون آيه احنا بكل ثقة كان آمنوا بصالح وبالذي أرسل به جاوبوا للملأ المستكبرون قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون جاوب صالح عليه السلام كيدعيهم فقالوا يا صالح بغتي مننا أن نؤمن لك قال لهم آه قالوا لي صافي قالوا لي صافي غدين أمنوا بك وغدين أعطوك العهود والمواثق ولكن بشرط واحد ادل لنا واحد الحاجة قال لهم شو بيتو قال أرأيت إذ أوين إلى الصخرة هما أنا ذاك كانوا كي نحتوا في الجبال وفي البيوت حيزا شعطهم الله عز وجل ديك القوة اللي كانت عظيمة كيحولوا بها الجبال بالنحة لبيوت القصور ونفين غنجوبكم على أنه بلي اليوم الإنسان عنده رخصة أنه يدوز المدائن صالح لأنه أي واحد كيدوز عليها كي بكي أو لا كيتباك باش أنه ما يتنزلش عليه النعلة أصلا لخصتكم سعرفوا بلي أنه لأنه كين حديث الشريف نسع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما مر بالحجر لهم مدائن صالح قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم فيصيبكم ما أصابهم إلا أن تكون باكين ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجهز الوادي قالوا ليش اشتديك السخرة خرج لنا منها ناقة شنو كتقولوا يا عباد الله آه خرج لنا من هذي السخرة ناقة واللون ديلها كذا والصفة ديلها كذا والشكل ديلها كذا وحتى عمرها يكون كذا بل في بطنها جنين بغينا واحد ناقة في الكرش ديلها واحد الجنين في الشهر العاشر وإلا لن نؤمن وشكون قلبي لأنه إذا درشاد شي غادي تآمنوا بمولانا قالوا نعم نؤمنوا بك وبالدين ديلك يا صالح قالوا له تأتي بآية إن كنت من الصادقين مشا صالح عليه السلام يصلي نبي الله ما يخيبوش مولانا ويدعو ربه جل وعلا كيتضر عليه وكيتوصل عليه شوي غادي جوه الناس كيشوفوا فيه والملأ مجتمعين عليه والناس كيترقبوا شنو غادي وقع تحدون بي الله صالح شكون صادق فيهم وش هؤلاء الناس تجمع هاد الرباعة هاد الأقوياء العظماء أول هاد الرجل الضعيف لكيقول بللي أنه وره نبي شوية هادك الصخرة العظيمة في ذاك الجبل غادي تكسر والناس كيندهشوا والناس كيشوفوا وشنو كيوقع وإذا من وسط الصخرة غادي تخرجوا واحد النقة لكانت عظيمة سبحان الله النقة كيف مهما وصفوها بدك اللون اللي يوصفوه وبدك العمر وحتى في البطن ديالها جانين خرجت نقة اللي كانت ما أعظمها قال يا قوم هذه نقة الله ولكن ما شك أي نقة هذه نقة الله عز وجل نقة الله لكم خليوها تاكل في أرض الله وما تقسوها بحتي تشيسو وإلا غادي ياخدكم احد العدو اللي هو آليم يا قوم هذه هي نقة الله اللي تلبتوها هذه هي البينة اللي بغيتوها شوفوها بعينيهم منهم من آمن ومنهم من أصر على كفره وعيناده ونقضوا العهد والميثاق والسكبروا على شرع الله تعالى قالوا هذا السحر انت اللي سحرتينا والنقة كيشوفوها الناس ولكن هنا غادي يختبرهم نبي الله قال لهم هاد النقة غادي تشرب من الما ديالكم نهار كامل انتوما ما تقيسوش دك الماء وفي دك النهار اللي ما تقيسوش فيه الماء غادي تشربو من اللبن ديالها في اليوم الثاني يا ما غاديشتقيس الماء لكم وانتوما غادي تشربو من الماء تفهمتوني المهم نهار ديالكم نهار ديالها ونهار اللي انتوما ما غاديشتربو منه غادي تشربو من البن ديالها هي حيث هذه هي ناقة الله مولا نجعلها اختبار القوم صالح في نظاركم واشغادي يصبروا على الطاعة واشغادي صدقنا بيهم واشغادي أمنوا بيهم من خلال هاد الاعية العظيمة ان مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واستبر مولانا قال سيدنا صالح استبر ما قلنش لي صبر يعني الصبر غاديكون طويل صبر عليهم فانهم هم ما غاديش يصبروا ما غاديش يتحملوا هاد الااية لان هم ذوك الناس ما شافوش آية الله الكونية والشرعية ومولانا طمص على القلوب ديالهم دست الايام والمستكبرون مليء بالحقد والغيضة على نبي الله صالح عليه السلام كيتختبروا بالناقة الناقة اللي مقدروش عليها وهنا سمعوني مزيان كانت واحد المرأة ما بينهم تسمى صادوق مرأة لي كافرة رجلها كان اسلم وخلها سلم وآمن بصالح عليه السلام هي انا ذاك حقدت عليه عيطت على ولد عما اللي اسمته مصرع قلت له اغادي نعطيك ما تشاء مني ولكن بشرط انك تقتل هذيك الناقة اللي جاب لينا صالح في نفس الوقيتها جات مرأ واحد اخرى اللي كانت عاجوز تسمى بعنيزة اذا ما خطأتش الاسم ديالها اللي عندها ربعة ديالبنات اللي كانوا من اجمل فتياف لقوم ديالهم فعرضت ذو ابنتها الربعة على هذك اللي غالي يقتل هذيك الناقة جار جل اسمته قدر ابن سالف جمع معه مصرع وجمعه اسبعة من الرجال ولا تسعة باش انهم يقتلوا ذيك الناقة اللي قال علامولانا على لسان صالح بللي هذي النقة هي نقة الله لكم آية فذروها تأكلوا في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ومع هذا ما تتوقوش وتجمعوا هذي ساعة باش انهم يرتكبوا هذي الجريمة الكبرى فتجمعوا على الناقة اللي كانت كتتقلس عند الجبال هذي النقة اللي ولدات الجنين ديالها نقت والله مع جنينيها اللي كانت كتتنزل باش انها تشرب من الماء وتعود تطلع للجبال وكانت عظيمة سبحان الله في المظهر ديالها غدي تجمعوا على هذي الرجال ذك القوم تسعود ورموها بسهام ديالهم فأصيبت مسكينة وهي تهرب جرات تتبعوها ولحقوه عليها غدي يلحق عليها خصوصا قدار اللي غدي يقبض عليها ضربها بالسيف وطحت فراغت راغاء عظيما راغت راغاء باش انها تحضر ولدها ذك النقة الصغيرة وهو يهرب حتى وامسي كلا راس الجبل اما اللي بقدار قدر انه يلحق عليه ونحرو بالسيف غوتات ذك النقة التهية جاء القوم كاملهم من خلفهم الناس اللي ما سمعوا بالخبر جاءوا يشوفوا هذه النقة اللي كتنزف بالدم يقال بلي انهم قطعوها وخداو تيكلوا منها ويضحكوا ناشطين ويرقصوا فرحانين بهذه اللي سماها صالح انها آية الله تيقولوها احنا دبحناها وموقع لنا اتشي حاجة ناشط مع بعضياتهم فاسمع صالح بالخبر جاء عندهم كي يجري ويشوف صالح عليه السلام شنوقع لدوك الناقتين دمعت عيناه وقال لهم يا قوم شنو درتو راكم قتلتم ناقة الله يا قوم شنو درتو علش تجرأتم على آية الله واذا بهم كي تحدوه فعقاروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعيدنا يلا يا صالح خلينا نشوف العذاب لنرى عذاب الله عز وجل لك تزعم به يا صالح اتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين قال لهم يا قوم لكم أن تمكثوا في الأرض وتعيشوا فيها وتمتعوا بها ثلاثة ديال أيام فقط احبث معهم نظرة كلام كان صادق اليوم الأول ستشوفوا بلا أنه ستصفر الوجوه ديالكم وفي اليوم الثاني ستحمر وفي اليوم الثالث ستولي سوذاء وستشوفوا هذا الكلام كان يقول لكم فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك واحد غير مكدوب بدأوا الناس يتنقلوا الكلام ديال صالح بلا أنه رأى صالح كي هددنا بالقتل وصالح ده بك يتجرأوا كي هددنا كلنا أننا سنموتوا وأننا سنقتلوا وغادي نعيشوا في قتلتة ديالليامات وكيف ما قتلنا الناقة والجنين ديالها تدابة غادي نظل قتلوا صالح وغادي نتهنوا منه وهنا غادي جودوا دكت سعود لقتلوا الناقة وتقاسموها وأقسموا مع بعضياتهم باش أنهم غادي يقتلوا صالح بالليل وغادي يقتلوا حتى الأهل ديالهم معاه وفشوص الصباحرة غادي نقولوا الأهل ديالهم والأقرباء ديالهم نرى مدرنا نتشي حاجة وما عرف نولو ما شفنا ولو قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شاهدنا ماهلك أهله وإننا صادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فإذا بهم غادي يتجمعوا في الليل باش أنهم يقتلوه لما اقتربوا بيت صالح عليه السلام نزلت عليهم الحجارة من السماء كل واحد نزلت عليهم وحد الحجارة اللي رضخات ليهرسوا وقتلاته ومكروا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون أدي يكنت العاقبة ديال المكر ديالهم المهم هو اللوول دكت سعود اللي كانوا نوين أنهم يدروا ذلك الجريمة وداروا الجريمة تعناقة ضمرهم الله عز وجل هذا السعود اللي داروا الجريمة تعناقة وحاولوا أنهم يقتلوا نبي الله صالح ضمرهم الله عز وجل ولكن في الصباح الناس بدتك تسول شكون نردخ الرؤوس انت عاد سعود وإذا بهم هم أصلا صبحين وجههم قد اصفرت وهذا هو الوعد صالح لهم وهو وفت واحد النهار من الأجل ديالهم في اليوم الثاني حمرت وجوههم وهم تيقولوا البعض هم البعض قد مضى يومان من الأجل ثم نهار الثالث وهم تيقولوا لم يبقى شيء من الأجل سودت الوجوه ثم المجل الليل ستكفن وحفروا القبور وقاموا في العذاب من الله عز وجل ولكن ما هذا يقع من بعد هذا ثلاث وصالح عليه السلام بيلي لهم بيلي أنا أخذ لكم هرة ثلاث يام في الحياة وهي داست من بعدها ما ستعيش سوف ينزل عليكم عذاب الله عز وجل في صباح اليوم الرابع إذا بهم أول مطلع ورجفات بدوا كلهم كي ترعدوا لدرجة أنه التشحد ما قدرش أنه ينوض من المجلس ديالهم لأنه جاء العذاب فلما أمرنا نجينا صالحا والذين آمانوا معه مولنا نجسدنا صالح والذين آمانوا معه بالرحمة دياله إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ذيارهم جاثمين لدرجة أنه ذيك القرية كلها فاش كدوت عليها كأنه عمر ما عاش في ذيك البلاد شي حد اللعنة نزلت عليهم مولنا نزل عليهم العذاب من فوقهم ومن أسفلهم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهاشيمي المحتضر نزل عليهم العذاب وما بينهم كانت واحد الجارية كانت قاسل لما سمعت ذيك الصيحة نط من بلصها وهربات وخرجت من دارها فانزلت عند أقرب قرية من القرى عند العرب فانزلت عندهم باش أنهم تخبرهم بالخبر اللي حل على القرية ديالهم عشن وقع لهم لما كفروا المجحد لما وعدهم صالح ثلاثة أيام فانزل العذاب وكيفاش حصل ذاك شي للناس وكيفاش وقع ذاك شي للناس وعلاش غديعطوها لما باش أنا تشرب لأنها كانت متعبة ولكن غير غير تشرب من ذاك الماء غدي تموت علاش لأنه وربي سبحانه كان بغا غير باش أنه ذاك القوم يسمعوا بالخبر اللي وقع القوم صالح فيدب صالح عليه السلام بعد ما تتسهلك القوم دياله غدي يرجع للقرية دياله وهنا غدي يشوف وحد الناس كلهم مقتلين وما بقى فيهم حتى شي أطر فتولى عنهم وتركهم وذهب وقال قال لهم يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم نصحتكم ولكن لا تحبون الناصحين أيسم مع عمر رب عز وجل كلام صالح عليه السلام وخاهم مميتين نعم ذكرتكم وأمرتكم بعبادة الله وبالتوحيد دياله ونهيتكم عن الشرك ونهيتكم عن الدنوب وعلى المعاصي ولكن لا تحبون الناصحين رأيتم الآيات رأيتم البينات ومع هذا درتولي فراسكم وعنتم وكفرتم وهكا غدي تكون النهاية ديال قوم صالح غدي دوسنا حبيب عليه الصلاة والسلام مرة على الحجر فلما علم بللي أنا مدائن صالح وكانوا الصحابة معاك قد يستسقوا من الماء وطبخوا الطعام ديالهم من ديك الماء إذا كنتوا عقلي في السلسلة انت عرمدان انت عذاك العام وقلت لكم بللي أنا وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرهم باش أنهم ينوضوا من المكان ديالهم وأنهم يرمضوا ديك الطعام ويطعموا غير للإبل لما سولوه علشا سيدنا رسول الله قال لهم إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم كأن لم يغنوا فيها إلا أن ثمودا كفروا ربهم أيه هذا شي كامل وقع هكذا غادي تكون نهاية ديالهم هذا الدين يا سادة يا كرام هو دين الصبر وتحمل نعم ربما يقدر يكون تطلع عليك العذاب ولا كيشتد عليك البلاء في الدنيا ربما غادي يكثر عليك الشقاء لا تيقول لنا صبره لأنه نصر الله عز وجل قريب وهذه سنة الله عز وجل ما كتغيرش ما كتبتلش وكذلك أخذ ربك إذا أخذ فسبحان الله هذه كانت هي النهاية ديالهم ديست الأيام والشهور ومرة سنون وغادي ينتشر عاوتاني الشرك مرة أخرى في هذه الأرض لأنه الشيطان حريص باش أنه يجر الناس ويبعدهم عن دين الله عز وجل والشي اللي كنشوف صراحة في يومنا هذا في الزمان ديالنا اليوم كيحول أنهم يبعدهم على التوحيد وعلى الإيمان أنهم يقعون بالشرك والضلال لأنه الشيطان حريص على كل هذا حتى غادي يقعوا الناس من جديد بالشرك ولكن شكون هو النبي اللي غادي يجي من بعد باش عاوتاني غادي يطهر أرض الله وهذا نيت غادي يكون سؤال لكم شكون هو النبي اللي جاء من بعد سيدنا صالح عليه السلام دون صوفي رعيتي الله وحفظي تمنى أنه حلقة الليلة سفدت منها سلام سلام